أولاً بس كده عشان يعني بحب أنا التعريفات تبقى في البداية علشان نبقى إيه وقفين على أرض صلبة هو يعني إيه منع نفسي بس إحنا عارفين المناعة بتاعت الجسم أيوة وبنعرف نقصها بالظبط إحنا بقى نعرف يعني إيه منع نفسي وإزاي نعرف نقصها المقدمة اللي حضرتك تفضلت بيها هيلة جداً إحنا لما بنيجي نشخص الناس مش بنشخصهم بس باللي بيقولوه من أعراض بنشخصهم كمان باللي بيعملوه من استجابات يعني بنقوله لو إحنا قاعدين دلوقتي في مكان ودخل حد هجم علينا حضرتك هتعمل إيه وحضرتك هتعمل إيه رد فعلك على المواقف المختلفة هو اللي بيخلينا ننشخص الاضطرابات المختلفة وبناء على ده بينعكس على الإنسان قد إيه هو عنده مناعة تجاه به يعني إيه مناعة تجاه ده ممكن يكون مر بهذه الخبرة فعارف يتصرف إزاي بعد كده أو ممكن يكون هو شخص ناضج بطبعه فتقلو إزاي تتصرف في الموقف ده لو حصل أو شخص متعلم يعني عنده شيء من التعلم أو حد عالم حتى لو ما كانش متعلم لأن فيه فرق ما بين الأربعة النضج والخبرة والعلم والتعلم زي ما هعرف بالتفصيل مع حضرتك دلوقتي ونعرف الناس المناعة النفسية هي موازي في التعريف بتاعها للمناعة الجسدية الإنسان بيتكون من ثلاث مكونات أساسية جسد ونفس وروح إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشر من طين ده الجسد إذا سويته يعني نفس وما سواه ده المكون التاني النفس ونفخته فيه من روحي ده المكون التالت الروح فقعوا له وساجدين التالت مكونات دول إحنا بنختصر كلامنا عن اتنين منهم لأن التالت غير خاضع للقياس ولا نعرف حاجة عنه الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذن كلامنا عن الجسد والنفس الجسد بيبقى له جهاز مناعي هذا الجهاز المناعي بيكون دوره حماية الإنسان من العدوى من فيروسات من بكتيريا أي ما كانت العدوى اللي هيتعرض لها إذا ما قال الجهاز المناعي ده في كفاقته وقالت المناعة الجسدية عند الشخص أصبح عرضة أكتر للإصابة بالاضطرابات النفسية أكبر الجسدية الجسدية إذا ما زادت هذه المناعة الجسدية عن الحد الإنسان يبقى وضعه إيه تعرضه لأزى أكبر هيكل نفسه كده بظفت يبقى المناعة الجسدية ليها مستوى معين لو قلت في الجسم بتعرض الإنسان للإصابة ولو زادت عن المعدل الطبيعي بتعرضه برضو لإصابة من نوع آخر على نفس القياس النفس بيكون لها مناعة نفسية هذه المناعة النفسية إذا ما قلت بتخلي الإنسان عرضة أكبر للإصابة بالاضطرابات النفسية وإذا ما زادت عن الحد بتخليه عرضة أكبر لنوعية أخطر من للطربات النفسية الجهاز المناعي الجسدي ليه حاجات بتقلله زي الإجهاد قلة النوم سوق التغذية الجهاز المناعي النفسي ليه حاجات بتقلله وتضعف منعته وتقلل من كفائش حاجات وأشخاص مش حاجات بس في حاجات وفي أشخاص في حاجات خارجية وفي حاجات داخلية حضيك تعلمي أن تخصصي الدقيق هو قياس وعلاج أخطاء التفكير والتشوهات المعرفية والمناعة النفسية ده التخصص الدقيق أعلم حضرتك أنه أنا لما بكلم نفسي أو بفكر ممكن أقلل أو أزود مناعتي لأنه أعرف حضرتك إحنا لو شفنا قد إيه الوحي بيكلم نفسه هيبقى أكتر ما الوحي بيكلم آخرين هو ده كلام منطقي قوي كلام منطقي بس هنعكسه أن النفس هي اللي بتكلمه حضرتك واحد ولا اتنين يا إنجهان اتنين ده على قل على قل ممكن نبقى أكتر آه في ناس عندها وشوش كتير ناس عندها أنفس كتير كل حاجة ممكن أفكر فيها هي بالنسبة لي جاية من درجة أو لمت أو حد من حدود وأنواع ودرجات النفس أنا جاي النهاردة عشان أقابل إنجهانم ونعمل الحلقة إن شاء الله هتكون حلقة كويسة طب ما أنا كنت أكملت في اللي أنا كنت أعمله طب ما أنا عندي صفر الصبح ما كانش لازم لا لا ده أنا بحب الحلقة معها جدا والناس اللي هناك لطاف كل الأفكار اللي ممكن ترويدني فأقل من واحد على ألف من الثانية هي مجموعة أفكار جاية من نفسي لي مش جاية مني النفسي فمحدش يقول أنا بكلم نفسي لا ده نفسي هي اللي بتكلمي طيب إذا ما اتفقنا طب ليه يعني ليه نفسي هي اللي بتكلمي مش جاية اللي بكلم نفسي مش جاية اللي بستدعي نفسي دي وأكلمها لا خالص هي اللي بتجيلي لوحدها بالضبط دي حاجة اسمها الـ automatic thoughts أو الأفكار الآلية التلقائي وللأسف أن هذه الأفكار المتدفقة إلينا من عقلنا الباطن غالبا ما بتكون سلبي كتير من الناس وهو قاعد في بيته تحت تكييفه وصاده ولاده مفيش حاجة مدايقة إلا إنه في لحظة ما بيفتكر حاجات كتيرة حصلت قبل كده بتدايقه أو يتوقع حدوث حاجة هتحصل بعد كده بتدايقه الحقيقة إن الموقف اللي هو فيه مفيش أي حاجة فيه تدايقه إلا إنه دلوقتي بقى مهموم ومتدايق وتعبان وممكن يشعر ببعض الأعراض الجسدية عشان كده قالك ده باوروف ناو خليك في اللحظة أيواه ده عظيم إلا إن الناس اللي بتعاني من الأنجزايتي عموما اللي هي الطرابات القلق كلها بما فيها نوبات الهلع البانيك اتاكس ما بتعرفش تعمل ده وبيكون قاعد في مكان آمن ما عندوش حاجة تهدده وممكن يكون نايم في بيته ومستقر على سريره ويصحى مفزوع من نومه ويجري على استقبال في المستشفى ويقولوله أنت ما عندكش حاجة هذه النوبات الفضيعة من الهزة والرجة الداخلية اللي بتخلي بني آدم ينهار هي منهاش علاقة بالواقع اللي هو بيعيشه لها علاقة بخبرات ماضية هو ممكن يكون زعلان وندمان عليها ومواقف مستقبلية هو لسه حتى الآن معاشهاش بس خايف ومرعوب منها ده في حد ذاته ممكن يكون بيقلل المناع النفسي لا تعرض لشخص ولا مر بموقف ولا حصلت له صدمة إلا أن نفسه كفيلة أنها تخليه يعاني معاناة الخبرات السلبية من الأشخاص والمواقف والصدمات والأحداث حتى الخبرات السلبية أن النفس أمارتهم بالسوق درجة واحدة منها درجة واحدة من درجات النفس هي اللي بتكون أمارة بالسوق طبعا إيه بقى ده سؤال عظيم قبل إحنا جينا ندور بشكل كبير من أول ما ابتدوا يشتغلوا في طيار اسمه علم النفس الإيجابي سنة 98 الجامعية الأمريكية لعلم النفس الامريكان سيكولوجيكا الاساسيشيشن اللي أنا أشرف بالانضمام إليها ظهر فيها راجل لطيف اسمه مارتين ساليجمان من أكتر الناس اللي أفرت هذا المجال وابتدى يدور أنتوا ليه يا جماعة بتتكلموا بس عن الأمراض وإعلاجاتها ما نشوف اللي قالوا المسلمين ونفس وما سواها ونشوف أن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإيه الإمكانيات اللي عندكو واللي موجودة فيكو اللي ممكن نستغلها عشان نطور منها ونحسنها